بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم سيدنا ابراهيم الخليل الحقيقة لما كان مع قوم يعبدون الأصنام تعب معهم وتكلم معهم كثيرا ولكنه لم يجد أذان صاغية وده بقى حقيقة المسلم الصادق الورع القريب من الله صلى الله عليه وسلم أراد أن يحدث لهم صدمة حتى يعيدوا حساباتهم فماذا فعل الحقيقة كان يوم من ذات الأيام ذهب إليهم وقال إني سقيم يعني إن مريض يعني ممكن العدوى تنتشر إليكم فتعد الناس عنه ثم التمس ساعة كانوا بعيدين يحتفلون في مكان آخر بعيد عن الأصنام وكادت الأصنام لا يوجد أحد معها فذهب إليها وكسرها كما هو مشهور يعني في القرآن والسنة ثم علق الفأس على رقبة الصنم الكبير وعندما جاءوا وجدوا هذا الأمر قالوا من فعل هذا بألهتنا إنه لمن الظالمين ثم قال بعدهم قالوا سافعنا فتن يذكرهم يقال الله إبراهيم فجاءوا به قالوا وأنت فعلت هذا بألهتنا أي إبراهيم قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون ثم بعد ذلك الحقيقة خدوا قرار أن يلقوا خليل الله إبراهيم في النار فعلوا يعني نهر كبيرة جدا موجودة في منطقة اسمها أورفة موجودة في جنوب تركيا نفس المكان موجود يزوروا السياحة الحقيقة منطقة ضخمة جدا ظلوا أكثر من شهر يجمعوا الحطب حتى مساحة ضخمة جدا نارة عظيمة جدا جدا وبعدين كيف رموه بالموانقينيك من بعد لأنهم لا يستطيعوا أن يقتروا من هذه النار ماذا فعل خليل إبراهيم هو هنا الدرس المهم ماذا قال هذا الدرس المهم قال حسبون الله ونعم الوكيل جاءه جبريل وقال له ألك حاجة قال منك فلا علمه بحالي يغني عن سؤالي ثم قال حسبون الله ونعم الوكيل فقال ربنا عز وجل يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم ادو حقدمهم جدا لكل من ظلم أي إنسان ظلم إذا قال بقلبه هو مظلوم فعلا حسبون الله ونعم الوكيل حقيقة والله لقد قسم زهر الظالم حقيقة والنبي صلى الله عليه وسلم علم الصحابة هذا الدعاء ادهم لأن الصحابة في غزة أحد قالوا نفس هذا الدعاء في غزة أحد بعدما انهزم الصحابة وكانت هزيمة صعبة جدا وكانوا يلملمون جراحاتهم كانوا معظمهم ما بين شهيد وجريح وكانت حالتهم صعبة جدا ماذا قالوا قالوا حسبون الله نعم الوكيل يقول ربنا عز وجل في ذلك الذين قال لهم الناس وإن الناس قد جمعوا لكم فقشوهم فزادهم ايمانا وقالوا حسبون الله نعم الوكيل وهم في هذه الجراح المسخنة ومتعبين ومجهدين من الهزيمة جاء إليهم خبر أن الكفار سيأتون للقضاء عليكم تماما وإنهائكم من الأرض فماذا قالوا قالوا حسبون الله نعم الوكيل فقال ربنا عز وجل في شأن الصحابة بعد غزة أحد الذين قال لهم الناس وإن الناس قد جمعوا لكم فقشوهم فزادهم ايمانا وقالوا حسبون الله نعم الوكيل فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله وفضل عظيم يبقى الواحد يتعلم الدرس المهم وليك فينا أن الإنسان لما يتعرض لمحنة أو مصيبة أو كارثة أو مظلمة يقول حسبون الله نعم الوكيل ما معنى حسبون الله نعم الوكيل يعني إيه يعني يا رب أنت حسبي يعني إيه أنا أحتسب الأمر إليك يعني فوضت إليك أمري وأنت الوكيل وكلتك للانتقام من هذا الظالم أو وكلتك لحل هذه المسكلة فهنا يأتي الفرق من الله سبحانه وتعالى قل إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحدا بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام يا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الفتاة الحقيقة تقدم لها قريب لها ليخطوها اقتربوا على الزواج فطلبوا منها البطاقة الشخصية حتى يتم عقد الزواج فالحقيقة وجد إن سنها 34 سنة فوجئت باتصال من أم خطيبها تقول لها أنت هذه البطاقة التي قدمتها صحيح حقيقة كلمتها بطريقة جافة جدا وجلحت مشاعرها أنت بلغت 34 سنة اقتربت على 40 سنة وأنت بهذا العمر لن تنجيبي وأنا أريد أن أرى أحفادي قبل ما مات فأنت لا تليقي الحقيقة طبعا هذه طريقة الحقيقة جلحتها جرح شير جدا فالحقيقة ظلت تبكي وتم فسك الخطوب الحقيقة وظلت هذه الفتاة في حال نفسية صعبة جدا ظلت تبكي ليلة نهار أبوها لما وجد حالتها بهذا الوضع ماذا فعل؟ حجز لها لحلة عمرة حتى يعني يرفع عنها وذهبت العمرة وظلت تبكي وتدعو الله عز وجل بإخلاص أن يفرق الله عنها وأن يخف عنها ما هي فيه ثم معنى ذلك وجدت هذه الفتاة إنسانة كده يعني كبيرة في السن عملة تقرأ قرآن بصوت جميل جنب الكعبة وعملة تردد بتقول إيه؟ وكان فضل الله عليك عظيمة كتير جدا فبكت اقتربت منها هذه الست المسنة وأخذتها بالأحضان وحضنتها وقالت لها ولسوف يعطيك ربك فترضه الحقيقة كانت هذه الآيات بمثابة الشفاء لنفس هذه الشابة المسكين الحقيقة وظلت تردد هذه الآيات وتقرب الله وتبكي وتدعو ثم قالت لها هذه الست المسنة إن أنت في هذا المكان الدعاء مستجاب أطلبي من الله ما شئتي وابكي إلى الله فربنا وأرحم الراحمين وربنا عز وجل يقول وإذا أسألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوات الدعاء إذا دعان فظلت الحقيقة تدعو كثيرا وتدعو في الصحر في السلسة الأكريم من الليل وعند عودتها اتصلت بها صديقاتها وقالت إن أنا وزوجي نريد نوصلك عندما تصل المطار إلى بيتك وبالفعل جاءت صديقتها مع زوجها وجاء أخو زوجيها مع صديقتها والحقيقة عندما وصلت إلى بيتها سمعت اتصل تليفوني من صديقتها تقول إن أخو زوجي معجب جدا بك ويريد أن يتزوج بك سبحان الله جاء الانفراج سبحان الله والانفراج جاء سريع وربنا كرم واسع جدا وكرم سريع والحقيقة ارتبطهم يعني وتزوجهم وكانت سعيدة جدا لأن كان هذا الحقيقة الشاب صالح جدا حبته حبة شديدا ولكن مر عامين ولم يأتي الحمل فقلقت وتذكرت قول أم خطيبها السابق ذهبت هي وزوجها إلى الطبيب عشان تعمل تحليل عشان تعرف لماذا تأخر الحمل فكانت المفاجأة أنها حامل وسبحان الله وبعدين بقى حامل ولما ولدت ولدت توأم ولد ومنت شوف فضل الله عز وجل الحقيقة استفيد من هذه القصة إن ربنا أرحم الرحمن ربنا عز وجل يحب يبقى الملحين في الدعاء هي ألحت في الدعاء وداعت الله عز وجل في الكعبة وربنا استجاب الدعاء وربنا عز وجل يقول وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوات الداعي إذا دعان سبحان الله فربنا يستجيب الدعاء وربنا عز وجل هو أرحم الراحمين والدرس الثاني لابد أن نفهم جيدا إن الإنسان يتلطف في كلاما مع الناس يعني أنا أعرف في الحقيقة شخص قال لإنسان كلمة سبحان الله كلمة واحدة جرح الشعور الرجل حدث له شالة لصفي وظل يعني فيها حتى أن مات يعني أنت ممكن تقتل الإنسان بكلمة وممكن تسعد الإنسان بكلمة ويعلم شوف الجزاء من جنس العمل الذي تقدمه في الدنيا سيرد لك في الدنيا طبعا وفي الأخيرة طبعا عذاب شديد أو إذا عملت خير هتأخذ حسابك يعني والحقيقة نعرف طبيب صديق لي كنا مرة بنتمازح كده في موضوع اللي بيضرب حد على أفاة فبقول له يعني يا دكتور أنت مفيش حد ضربت على أفاة قال لي والله حصل ده أنا مرة ركلت ألم على أفاة حتى الدنيا بقت حمراء وخضراء عارف قلت له ليه قال لي لأنني ضربت نفس الآلم لواحد حقك المظلوم من يومين أخذت نفس الآلم بالظبط فالإنسان سيأخذ المواجع التي أسقاها للناس سيأخذها في الدنيا قبل الحساب في الأخيرة يقول سبحانه وتعالى تكتابي العزيز وقولوا للناس حسنة والكلمة الطيبة صدقة هذا حديث لعن الله صلى الله عندما تقول كلمة طيبة تأخذ صدقة إنما المهم بقى في الدهاء كل واحد يقول إيه طب أنا يعني كيف أصل إلى بيت الله الحرام والكعبة لا طبعا ما هو في أماكن بيستجاب فيها الدعاء زي المساجد كان عدد الصحابة رضونا عليهم لما تحصلوا مشكلة كان يذهب إلى المسجد ويدعو الله عز وجل لماذا لأن الله عز وجل يقول بيوت الله في الأرض للمساجد وإنه حق على الله أن يكرم من زاره فيها وبعني فيه أوقات بيستجاب فيها الدعاء زي السلسة الأكيرة من الليل والدعاء وأنت ساجد والإنسان لما يدعو الله صلى الله عليه وسلم صق وتأكد الدعاء يستجاب طب إلا مستجاب يبقى ربنا يديك حاجة أحسن ما إن كما قال الله صلى الله عليه وسلم ما من مسلمين على وجه الأرض يدعو بدعوات إلا أعطاه الله عز وجل واحدة من الثلاث إما أن الله صلى الله عليه وسلم يستجيب الدعاء أو أن الله يدفع عنه من السوء مثل هتنزل علي مصائب وكوارث ربنا يحوشها عنه أو يمنعها عنه لي عشان هو دعع أو يدخر ذلك يوم القيامة وهو ده الأهم الحقيقة فالدعاء والإنسان يتلطف إلى الناس بالكلمة الطيبة وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا به لعلهم يرشدون بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصالة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم سعد بن أبي وقاص واخير النبي محمد صلى الله عليه وسلم وهو من الصحابة اللي رساء الله الاسلام قال أنهم مستجاب удعاء إذا رفع يديه إلى السماء يستجيب الله دعائه وسبحان الله كان الصحابة يقفون قوابار على الباب كل واحد جايب transitioning فيدعو الله فيرزقه الولد ادعو الله سبحانه تعالى أن يشفي ابنتي فيدعو الله فتشفى ابنته سبحان الله ولكن في آخر حياته زهب بصره أصبح أعمى كفيف لا يرى وكان لا يدعو الله أن يرد عليه بصره فقال له ابنه يا أبتي إن الناس يأتوك فتدعو الله لهم فيستجيب دعاؤهم ألا تدعو لنفسك أن يرد الله عليك بصرك فماذا قال سيدنا سعد قال والله يا أبني إن قضاء الله أحب إلي من بصري سبحان الله شوف هنا بقى الجمال هنا بقى جمال الرضا جمال الرضا بالله عز وجل والحقيقة إنه ما يحصل من يكون الحديث من يريد الله بيه خيرا يصب منه تمام؟ لما ربنا عز وجل يريد بعبد خير يمتحنه فمن رضي فله الرضا ومن سخط عليه سخط وأجمل حاجة الإنسان يكون راضي بكل ما يقسمه الله سبحانه وتعالى طبعا الدعاء شيء جميل جدا والدعاء طاع وإباد الله ولكن هذه درجة عالية جدا جدا بالإيمان إنه ما يرضى بقضاء الله عز وجل حتى لا يدعو طبعا دي درجة يعني طبعا دي درجة عالية جدا جدا فحقيقة إن الرضا له متعة إن الإنسان يرضى عن الله عز وجل ويرضى بقضاء الله لإن كل ما الإنسان يرضى عن الله يكون إيه بقى يا الجزاء من جنس العمل فيرضى الله عنه رضي الله عنهم ورضوا عنه فبرضائهم عن الله عز وجل يرضى الله عنهم ويدخلهم للجنة إن شاء الله أمن يجيب المضطر وإذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا التبيعي الجليل عامر بن عبد الله التميمي الحقيقة نحن ندرس سيلة الصرف الصالح نتعلم منها الدولة عظيمة جدا لأن هذا النموذج الفريد الحائم البشر لم تتعرف عليه البشرية نماذج عالية جدا في القهم وفي الأخلاق هذا الرجل تعلم على يد الصحابة الجليل أبي موسى الأشعري الذي تعلم القرآن من النبي محمد صلى الله عليه وسلم وكان نموذج يحتزى به حتى أنهم كانوا يسموه عابل البصرة أو كانوا يسموه زهر البصرة كان كثير الزكر كثير التلاوة ولكنه كان لا يرضى بالظلم قبل الحقيقة وكان دائما بينه وبين الشرطة مشاكل لأن أي إنسان مظلوم كان يستغيثوا به بعض الناس الحقيقة رقبوا سيدنا عامر بن عبد الله تميمي في الليل فوجدوا أخذ فرسه في مكان كده مختبئ بعيد عن الناس وفي شجر وراح ربط الفرس وقاعد يتسلل في مكان مختبئ في الليل وظل الليل كله يصلي الله سبحانه وتعالى طول الليل حتى اللي يتابعوا برقبه ده كان ينام ويستيقظ وراه يصلي ينام ويستيقظ وراه يصلي بادعي فسمع دعاؤه وكلامه الله سبحانه وتعالى في جوف الليل ماذا كان يقول الله سبحانه وتعالى كان يقول إلهي خلقتني وأمرتني أتزلل عليك يا رب العالمين أن تعينني على طاعتك وأن لا أحيد أبدا عن طاعتك وأن أكون دائما في كفالاتك وإنه لا حول ولا قوة إلا بك وأنا لا أستطيع ذلك إلا بمساعدتك ومعونتك إلهي والله لو أن لي الدنيا كلها أمتلكوها وطلبت مني لمرضاتك لو هبتها ابتغاء مرضاتك يا أكرم الأكرمين شوفي طبعا الرجل ده عمال يسمع الحقيقة وينام ويصحى وينام ويصحى ويدعو ولكنه حفظ منها زلحة يقول له إلهي إنني بمحبتك سعيد جدا فإن الدنيا سهلة يسيرة وجميلة بمحبتك إلهي لا تحريمني من الخربة منك وإنني بمحبتك يا أكرم الأكرمين أستشعروا أن الحياة أجمل من كل شيء وعمال يدعو 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 وبعدين بذلك عندما جاء الصبح قال لي بقى إلهي شوفتوني اللي العمل يصلي لا أرجو إلا شيئا واحدا منك يا رب العالمين أن تغفر لي طبعا هو ما للزنوب يعني أي زنوب لهذا إن كانت زنوب ستكون بسيطة جدا لأنه معروف أنه عابد وزهد البصرة ولكنه ينظر لنفسه بعين الاحتقار لما ذكرنا أنه كان دائما ينصر المظلومين فالحقيقة أن أجهزة الشرطة ملوا منه وتعبهم فبعتوا للخليفة أنه يصير المشاكل والقلاقل وقعدوا يوعزهم الوالي والخليفة بطردهم البلاد وفي الآخر قرار أخير بطردهم البلاد وطبعا الناس كلها بتحبوا الحقيقة فصلع جموع كبيرة جدا من الناس توديعه وهو يبكي لفراق أهل البصرة فقال إيه بقى والناس متجمع بقى كلهم رفع يديه يدعو طبعا الناس تصبرون أنه ما يدعو على من ظلمه فقال إيه يا ربي هؤلاء أهلي وعشيرتي وهؤلاء جيراني وأحبابي اللهم ما من فرقني بهم ومن بعدني عنهم ومن حرمني من وطني ومن بعدني عن أحبابي وجيراني وأصدقائي وأحبابي اللهم إني قد عفوت عنهم فغفل لهم ورحمهم الناس تحجبهم الناس تصبرهم أنه سوف يدعو عليهم سبحان الله ولكنه دعا لهم وقال إني قد عفوت عنهم وبعدين هو بيموت بيقول إيه وهو يبكي بقول آه من طول السفر وقلة الزاد أنت بتقول طول السفر وقلة الزاد سبحان الله لأنه رغم الأعمال الصريحة العظيمة اللي فعلها في حياته دي بيقول أن يتزد أولي جدا على طول السفر الإنسان بعد من يموت الحقيقة ماذا يحدث يعني مليارات السنين بعد كده بقى مستقبله ومصيره في الفترة الزغيرة اللي عاشها سيحاسب بعمله ربنا عزيزي يقول إيه ويوم ما تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبسه غير ساعة هذه كلها ساعة على فكرة ويقول ربنا عز وجل في آية أخرى يعني كأنهم يوم ما يرونها يعني يوم الإيامة لما يشوفوا اليوم كأنهم يوم ما يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها الدرس المهم اللي احنا نستفيد من هذه القصة الحقيقة وهو العفو الحقيقة بعض الناس الحقيقة تلاقي ابن عم أو قريب من أرحام زعالوا كلمة أو أسألوا أو كلموا كلمة في خاصموا طبعا دي كارسة والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في سلة الأرحام يعني ليس الواصل بالمثل ولكن الواصل من إذا قطعت رحمه ووصلها يعني سلة الأرحام الحقية مش أن أقاربك يزوروك وتزورهم لا دم سلة الأرحام ده سلة الأرحام الحقية أنهم يخطعوك ويخصموك ويقفو إليك وأنت تودهم وتقدم إليهم الخير والحسنة هذه سلة الأرحام الحقية فالإنسان يتعوض الحاف وبالذات لأقرباء وصلة رحمه وبالذات لأقرب الناس إليه وربنا عز وجل يقول إيه وليعفو وليصفحو ألا تحبون أن يغفر الله لكم يعني سلما يعفو ويصحو على من أسأليه ربنا عز وجل يغفر له وبالذات إن كان ذلك لأقرب الناس إليه والأمر الثاني إنه وينظر الحياة الدنيا إنها قليلة بيقول إيه وبيموت آه من طول السفر وقلة الزال وحتى سيدنا علي بن أبي طالب شهد بيقول نفس الكلام وسيدنا علي بن أبي طالب من عشر مبشرين بالجنة وقال ربكم دعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين من أحسن القصص التي قال ربنا عز وجل عليها عليها نحن نقص عليها أحسن القصص ليس من أحسن القصص بل هي أحسن القصص على إطلاق هي قصة نبي الله يوسف عليه السلام قصة عظيمة جدا يعني هذا الطفل الذي حقد عليه إخواته ورموه في البئر ثم بعد ذلك تحول إلى عبيد ثم بعد ذلك روضته مرأته لعزيزة عن نفسه ورفض ذلك منعتصم بالله عز وجل ثم دخل السجن ثم خرج ثم أصبح عزيزا للمسر قصة عظيمة جدا الحقيقة ولكن نريد أن نأخذ منها فقرة قصيرة جدا وبسيطة وهي ماذا عندما أفصح يوسف عليه السلام وهو عزيز مصر لإخواته ما فعلوه به فماذا فعل سيدنا يوسف عليه السلام قبل اعتذرهم وسامحهم في ذلك ولما ذهبوا إلى النبي الله يعقوب وقالوا يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئين ماذا قال سيدنا يعقوب لأبنائه قال سوف أستغفر لكم ربي إنه هو الغفور الرحيم هو ليه سيدنا يعقوب أجل الاستغفار لأبنائه على الفعل البشع التي فعلوها ورموا سيدنا يوسف في البئر حتى مهم لازم نستفيد من هذا درس وطبعا قال المفسرون أنه أراد أن يؤجل ذلك إلى وقت الصحر لأن في أوقات يستجيب الله عز وجل فيها الدعاء ويستلسل أكير من الليل كما قال المفسرون أراد أن يستغفر الله من وقت الصحر لأن الحديث السابت عن النبي صلى الله عليه الصلاة من الحديث الصحيح إن الله عز وجل ينزل في السلسل الأكير من الليل ويقول هل من داعي فأستجيب له هل من سائل فأعطيه هل من استغفر فأغفر له كنز عظيم جدا هذا الكنز أمامنا كل يوم ونحن غافلون عنه إن ربنا سبحانه وتعالى ينزل بذاته الجالية إلى السماء الأولى إلى السماء الدنيا ثم أسأل عباد هل من داعي فأستجيب له هل من المستغفر فأغفر له هل من سائل فأعطيه والناس نيام الحقيقة ولذلك سيدنا عقوب استغل هذه الفترات العظيمة ليستغفر لأبنائه والحقيقة أعرف الحقيقة أحد الشباب ظل سنوات طويلة جدا يبحث عن فتاة جميلة فيها كل المحاسن والصفات وكان مبالغ جدا جدا المهم إلى أن رزقه الله عز وجل ببغيته الجميلة ذات الأعين وذات الشعر وذات وذات وبعد ذلك سبحان الله ما أنت زوجها حتى عندما تنظر إليه تتصور كما لو كان هو جني أو عفريت أو يريد أن وكانت تنفر منه فورا شديدا ذهب طبعا لطباء النفسين لم نجد حل وذهب إلى موضوع السحر اللي حسن يكون حد عمله وعمل أو سحر لم نجد حل وبعد ذلك لما قبل أحد الدعاء قال له أنا عندي حل قال له قول لي عليه ده كل الحلول فشلت قال له إيه بقى قال له تعالى في السلسة الأخيرة من الليل وادعوا الله عز وجل بس بقلبك ومشاعرك ومحواسك وعاية لربنا وربنا هيفرق لأن ربنا عز وجل كريم وهو الذي قال إيه النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله ينزل في السلسة الأخيرة من الليل فيقول هل من داعي فأستجيبه له هل من مستقبل فأثر له هل من سائل فأعطيه هذا الشاب عمل كده ولكن المشكلة لم تحل وبعد ذلك لما قابل هذا الداعي بعد عدة أشهر قال له حتى العلاج اللي انت قلت له عني ده ما نفعش قال له لا حاسب بقى انت في حاجة غلط عندك حاسب ارجع لنفسك عرف هذا الداعية إن الشاب بيصهر بالليل وبيقوم طبعا إيه بيبقى الدعاء دعاء فاتر لا قال له بقى من شهورة استجابة الدعاء أن تدعو بقلبك ومشاعرك وحاسيسك وأن تدعو الله عز وجل فعلا وقلبك متعلق بالله انت بتعمل كده قال له لا قال له طب جرب وسبحان الله لما جرب قام في السلسة الأخيرة من الليل ودعو الله عز وجل وبكى الله ودعو بقلبه ومشاعره اتحلت مشاكله من غير لسحر ومن غير شعوازة ومن غير لكاترة نفسيين لأن ربنا صحة تعالى بقى وده حديث مهم جدا إذا رفع أحدكم يديه إلى السماء ربنا عز وجل إن الله حي كريم يستحي أن يرفع أحدكم يديه إلى السماء ويردهما خائبتين لأن ربنا عز وجل وأرحم الرحمن وأكرم أكرمين ولكن الإنسان يراعي بقى في الدعاء إنه بقى أوقات في أوقات استجابة الدعاء زي السلسة الأخيرة من الليل وزي بعد الفجر وزي عقب الصلوات في أوقات استجابة الدعاء وفي أماكن اللي حرام كما قال النبي بيوت الله في الأرض المساجد وإنه حق على الله أن يكون منظره فيها سيلاnement يروح المسجد ويدعو بين الأزان والإقامة فربنا عز يبقى هو كسب حاجتين كسب المكان لأن بيوت الله في الأرض المساجد والحديث وإنه حق على الله أن يكون منظره فيها وكمل من أوقات استجابة الدعاء اللي هو ما بين الأزان والإقامة أو در frontalات فالإنسان لما يرعي أوقات استجابة الدعاء ويراع أيضا أماكن استجاب الدعاء يكون الدعاء مقاب إن شاء الله وقال ربكم ادعوني أستجب لكم وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون